موضوع حلقتنا النهاردة دكتور أورام المستقيم عايزين نعرف أسبابها ونبتدي نقول إمتى مين الشخص المنقن يبقى أرضه أكتر إنه وجيله أورام المستقيم المستقيم هو جزء الأخير من القراءة الهضمية بعد الأكل ما بيتم امتصاصه وهضمه بيحتاج الفضلات بتاعة الطعام إنها تتخزن في مكان لحين دخول الحمام نكون بنرخل مرة أو مرتين في اليوم المكان اللي بيخزن فضلات الطعام أو البراز هو ده اسمه المستقيم وده بيكون حوالي 15 سنتي وتحته على طول الشرج اللي هي حوالي 14 سنتي فده مكانهم بالضبط طبعا سرطان المستقيم بدأ يزيد في الفترة الأخيرة وبدأ يزيد في الشباب كمان يمكن ما فيه سبب معين للسرطان في العموم وسرطان المستقيم يعني اسمنا الأغذية اللي هي عالية في الكالوريز والفات والدهون والفات الوراثة يعني هي دي العوامل العامل الوراثي بالضبط يا فندم دي التدخين بالضبط كل ده بيساعد في سرطان المستقيم خلينا نقول ونرجع نذكر الناس ثاني إن شكل الأورام بشكل عين في الجسم أسبابها إيه؟ أسبابها فعلا ممكن زي ما حضرك بتقول التغذية الغلط السمنة المفرطة الفاتس كتيرة الجنك فود اللي احنا بناخده على ممال البطالي الناس بتبقى حبة أنها تاخدوا عشان حاجة سريعة وحاجة سهلة لكن دي برضو ممكن الحاجات المواد المحفوظة حضرك ممكن تقول لنا الأسباب برضو وطبعا العامل الوراثي يعني لو حد في العيلة كل دا سياتك اللي ذكرتيه أنا موافق عليه بالكامل وبجانب التدخين بجانب الممارسة الغير سليمة لطرق المعيشة وطرق التغذية أقصد هنا إن إحنا يجب إن إحنا جميعا نكسر من المياه نشرب مياه كتير يجب إن إحنا جميعا نكسر من الفاكهة والخضروات والسرطات لأن دمهم جدا يا فندم برضو إن إحنا ندخل الحمام يعني نتفادى الإمساك بس في حد يقدر يقولك يا دكتور أنا مريض إمساك أنا مريض من الصعب إن أنا أخش الحمام حتى لو كل يوم بأخد خضار وبأخد فاكهة بس أنا طبيعة شخص يعني طبيعتي إن أنا دخولي الحمام بيبقى أولاله من الصعب قوي يعني حتى في أشخاص كده بيعانوا من الموضوع الإمساك دو إنه ممكن يقعد معهم باليومين والثلاثة ساعتها بقى ممكن يبقى نقدر نقولهم ده مؤشر إنه ممكن يجيلك أوران في الشرج أو المستقيم لا إحنا ده نقوله كمان فيما يسمى البايوفيدباك على حضرتك متعودي المستقيم والشرج وده علميا أثبت لو أنا دخلت ثلاث مرات الحمام حتى لو ما عنديش رغبة في التبرز شهر الثاني الثالث بعد ثلاث شهور بطبيعة الحال هبتدي إن أنا أتعود أدخل الحمام وتفادى الإمساك يعني حضرتك إحنا فعلا ليه الإمساك بيكون سيء؟ لأن الإمساك معناه إن أنا هخزن البراز فترة كبيرة جدا البراز ده فيه مواد مصرطنة المواد المصرطنة فترة احتكاكها مع البطانة بتاعت المستقيم والشرج هتكون لفترة طويلة وبالتالي إن هي تعمل السرطان السرطان تمام طب يعني نقدر نقوله يتجنب دوت إن هو ياخد حاجات تعمل تليين أو يبتدي إن هو أقلم نفسه وبالضغط إن الناس بتشتكي يا دكتور من الموضوع دوت عشان إنها بتاخدش زي ما إحنا كانوا الناس متعودة دمان تفتر تتغدى تتعشى لكن الحقيقة ما بقتش كده يعني يمكن علشان خاطر للناس اللي بتبقى مثلا عندها بتروح شغلها ما بتبقى الساعة بترفتر تغيرات الوجبات دي هت ممكن تؤثر إن هو يجي له أمساك فترة طويلة؟ تغيرات الوجبات بجانب نوع التخزية يعني إحنا دايما أنا دايما بأوصي كمية كبيرة جدا من الفاكهة والخضروات طبق السلطة طبق رخيص جدا ولكن الفايدة بتاعته كبيرة جدا وخصوصا لو كانت طماطم على خيار على جزر الألوان تكون مختلفة جميع ألوان الفاكهة يعني أنا دايما بنصح إن إحنا ناكل برطوانة مش نشرب عصير البرطوانة علشان الألياف وكمان سيادتك فيه عندنا إحنا الردة اللي موجودة دي بتاعت الأكل دي الأجانب اسمها بران بيصنعوها أدوية وجدوا سيادتك إن أنا لو أخدت ميا كتير وردة وفاكهة وخضروات دي علميا تعمل ما يسمى بلكي سوفت ستوت تخلي حجم البرواز كبير وطري فبالتالي يبقى سهل إن الواحد ما يجولوش إمساك بزبط يا فاني وتقلل احتكاك المواد المسارطنة وتخفف المواد المسارطنة وبالتالي تقلل بنسبة كبيرة جدا من الإصابة السرطانة المستقبلة يعني بدل ما ناخد حبوب ردة وفعلا حبوب ردة دي كمان بياخدوها للناس اللي عايزة تخسي يعني بياخدوها علشان خاطر إن هما تعمل حالة شبع وانتلاق في المعدة فبدل ما ناخدها حبوبنا ما ناخدها على معلقة زبادي ممتاز على صح ولا إيه وهي بتعمل حالة شبع لإن هي بتمتص المية فبتعمل امتلاق علشان كده ناخدها ونشرب مية كتير جدا أنا ما اعتقدش يا فندم إن فيه يعني مبادرات طبيعة شغل إن أنا قوم من الصبح أشرب كمية مية كبيرة المية ببلاش أنا أنصح الجميع إن إحنا نقوم الصبح نشرب كمية مية كتيرة أنصح الجميع إن في الوجبات بتاعتك تكون فاكهة وخضروات وسلطات أنصح الجميع يا فندم إنه ما ياخدش وجبة كبيرة مرة واحدة يفضل إن إحنا ناخد وجبات الكمية بتاعتها قليلة في فترات متقاربة كل ده لصحة المستقيم والشرج وكل ده بيقلل من أورام المستقيم والشرج مستقيم والشرج طب ممكن نقدر نقول لو حتى مريض سرطان قولون ممكن فيما بعد يجيله سرطان أو ورام في الشارج والمستقيم ولا لا؟ هو وجده إن في بعض الحالات عما يكون فيه يعني الاتنين موجودين في نفس الوقت لكن الاتنين مش مسببين يعني هو المستقيم هو امتداد القولون القولون فعلا بزرق ففي بعض الأمراض اللي هي بتكون بنسميها الالساتف كوليتس لكرونز ديز ده أورام بتيجي في القولون والشرج ودي بتكون مسببة للسرطان ودي بتعرفها الأسر يعني واحد يقولك أنا عندي التهاب القولون التقرحي التقرحي ده بيجي في القولون وفي المستقيم لكن النوع الأكثر ده مختلف عنده يا فنتم مختلف عنده تماما لكن يعني مش ده يعني مثلا زي فيه أورام مثلا لو جي في الغد الدرقية مثلا ممكن يبقى ليه أسباب ييجي في حتة تانية لكن دي ما لهاش علاقة في دي بس المستقيم احنا بنشوف الشاكوى كتير لأن أمراض المستقيم كتير البواسير الشراجية زي سيادتك معيتي الشرخ الشراجي النصور الشراجي السقوط الشراجي يعني سيادتك عيادة الجراحة لا يخلو يوميا من مريض واثنين وثلاثة بالزبت من الأمراض دي بالزبت المشكلة يا فندم أن السرطان المستقيم بيتشابه في الأعراض مع الأمراض دي أيوة فعلا بتبقى أعراضه نفس الأعراض دي أنا بشكورك جدا أن أنت ركزتي على الدم في البراز بالزبت الدم في البراز يبقى أكثر عارض يخلينا نبقى ألقانين وللأسف الشديد يقولك يعني أنت عارفة سيادتك أن النسبة كبيرة جدا من سرطان المستقيم بيدم تشخيصه على أنه بواسير أو يتم تشخيصه على أنه شرخ شراجي ويروح المريض يعمل العملية يكتشف أن فيه ورم يبقى موجود طبعا الدول المتقدمة بتعمل ما يسمى مسح للناس المفروض أننا يا فندم ما استناش الدم لما يبقى موجود وشوفه مع البراز المفروض للناس بتعمل تحليل ما يسمى الدم المخفي في البراز لأن الدم علشان أنت تشوفيه ده معناه أنه بيكون كميات جيدة وصل لمرحلة أعلى صح فعلا بالضبط يا فندم وللأسف ناس بتستنى لما يجي لها انسداد معوي ويجي لها امساك فإحنا مش عاوزين يعني إحنا عاوزين الاهتمام بصحة القولون والمستقيم والشرج عاوزين أي تعنية أي تغير حضرتك كل واحد مننا ليه بيبقى عارف جسمه وطبيعة جسمه إيه اللي متغير فيه إيه اللي بيختلي فيه إيه اللي هو حاسس أن فيه مشكلة عنده فما يحصل كده ما يهملش يعني حضرتك عايز توصل لك بالضبط يا فندم برضو انعدام الشهية نقص الوزن كل ده يا فندم الألم اللي ببقى موجود أثناء التبرص كل الحاجات دي ناخدها باهتمام مش بنقول أن السرطان المستقيم بنفس معدل حدوث الشرخ الشرقي أو البواسير دول أكثر حدوثا طبعا مؤكد وزي ما حضرتك سألتيني لا أنا عايزة طبعا من الشرخ الشرقي والبواسير ما لهمش علاقة بالسرطان يعني ما يتحولوش للسرطان ولا يسببوا سرطان المشكلة